مجد تحية بك يا كابتن هيسم في كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان معي في هذه اللحظات كابتن اسلام الشاطر احد نجوم النادي الاهلي سابقين كابتن اسلام براحب بك في البداية ويوم وعرس كبير جدا لكل عضاء النادي الاهلي قول لي انت بعثك عن العملية الانتخابية النهاردة اولا العملية الانتخابية النهاردة كانت عملية الانتخابية رائعة كثرت عدد اعضاء الجامعية العمومية اللي جوم الحمد لله حاجة مشرفة جدا هو ده النادي الاهلي ودايما الكل بيراهن على وعي الاعضاء الجامعية العمومية وانا الحقيقة هنا مثلا من الساعة 12-12.30 كده الدور لمسند قائمة الكابتن محمود الخطيب كاملة من الساعة 12.30 واحدة والحمد لله الامور ماشية كويس وحتى الان الامور ماشية في صالح قائمة الكابتن محمود الخطيب كنت متوقع العدد اللي حضر النهاردة كافيسلا؟ الكل دائما يران على زي ما قلتلك وعي اعضاء الجامعية العمومية في النادي الاهلي ودايما بنقول ان اعضاء الجامعية العمومية للنادي الاهلي هم اللي بيحددوا مصار ناديهم وبالتالي هم دلوقتي بيحددوا مصار ناديهم وعارفين كويس قوي لغاية الساعة 7 وانت كنت معنا وشايف امير من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 7 الناس بتخش اعتقد العدد تخطر 35 ألف المنافسة القوية اللي كيتوضح في انتخابات النادي الاهلي شايفين دي كان في مصلحة اعضاء النادي الاهلي في الاخر ايان كان من اللي هيكسب سواء كابتن محمود الخطيب طبعا ويمكن هو خلاص الاقرب ان هو يفوز او المهندس محمود طهر ايان كان من فيهم اللي هيكسب كان هيخدم اكيد اعضاء النادي الاهلي بالصورة اللي هم كانوا بيوعدوا بها قبل الانتخابات بس اولا انا كنت متأكد منه ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي هيخدم اعضاء الجامعية العمومية وجهة نظر يعني ان هو اللي كان هيخدم اعضاء الجامعية العمومية وانه هو اللي هيكون القادر على قيادة النادي الاهلي خلال التلات سنين او الاربع سنين اللي جاية في النهاية انا كعضو عامل فيها من اعضاء الجامعية العمومية الاهلي للنادي الاهلي وكواحد من الناس اللي اتعلمت الكلام والمبادئ في من خلال وجودي في كل الاندياء والنادي الاهلي طبعا ولكن وهي حاجة واحدة انا حقولها شكرا لمجلس الدارة النادي الاهلي السابق وكل دعمي وانا كاسلام الشاطر واسرتي للكابتن محمود الخطيب وقائمة رسالة لحبيب تقولها العضاء النادي الاهلي بعد ما النهاردة ظهروا مظهر يمكن اكثر من رائع شرفتونا وده العادي يعني الحقيقة ناس كلها جميلة وناس كلها محترمة دايما بتعلمونا ودايما بناخد من نكو دروس ان شاء الله بعد اربع سنين كمان ناخد من نكو دروس تانية ودايما يفضل النادي الاهلي فوق الجميع شكرا جبس شكرا